أهمية بالغة توليها الدولة الجزائرية لأبنائها المقيمين في الخارج من خلال تكفل بانشغالاتهم ومطالبهم وتمكينهم من كافة حقوقهم شأنهم شأن باقي فئات المجتمع الجزائري المقيمة بأرض الوطن تدبير لا حصل لها اتخذتها الحكومة لصالح الجالية الوطنية في المهجر تتلخص في تكفل الدولة الجزائرية بنقل جثامين الجزائريين من أبناء الجالية إلى أرض الوطن وتخفيض أسعار تذكر النقل البحري والجوي بنسبة 50% وإشراكهم في مصاري الاستثمار استمعت لجلة الشؤون الخارجي والتعاون والجالية لسيد المودي العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين حيث تحدث سيد المودي العام عن عرض حال والوضعية الحالية للأسطول البحري الجزائري وكذلك عن تخفيض في التذاكر البحرية 50% بداية من شهر رمضان الكريم لمدة 40 يوم اهتمامات الجالية الوطنية في الخارج اتخذت الدولة الجزائرية على محمل الجد حيث سخرت مختلف الدوائر الوزارية لخدمتها حسب مجالها وصلاحيتها لغرض التكفل بمطالبهم واحتياجاتهم هذا واستضافت لجنة الشؤون القانونية المدير العام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين لمناقشة التدابير المتخذة من قبل المؤسسة لفائدة الجالية في مجال تخفيض أسعار تذاكر النقل البحري من إشكالية التغيير في تاريخ التأشيرة تحدثوا كذلك عن التعويضات السابقة للزبائل في الجالية وفي حالة تذبذب كذلك الرحلات كذلك ضرورة تحسين الخدمات على مستوى البواخر والتكفل الأحسن بالجالية في الأخير يؤكد النواب وقوفهم مع السيد المدير العام الجديد الذي له لتسعة أشهر فقط على رأس هذه المؤسسة الجالية الوطنية في المهجر أضحت تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة في المدة الأخيرة ويتجلى هذا الاهتمام في تمكين الجالية بجملة من تدبير ترمي في مجملها إلى تنمية الشعور بانتمائها لبلدها الجزائر وتدفعها أكثر إلى الالتفاف حول بلدها الأصلي وحماية الدفاع عنه وتكون سدا منيعا في وجه أعداء الجزائر أينما كانوا ترجمة نانسي قنقر